بسم الله ما شاء الله يا جماعة. صلى على النبي صلى. الوقتي انت الوقتي تجيزات شهر رمضان. احنا بنجاز كده شهر رمضان. رح تجيب لحمة. واخد بالك. بصراح ما لقيتش فراخ عجباني. ليتها خفيفة. فهمت جايب السمك. جبت سمك ده. يعني انت نفسك بقى تجيله برضه. في وقت الشهر ان شاء الله. شهر الكريم هتقوم جايلك نفسك للسفك. هتطلع واحدة من ده ده اكتر من نص كيلو خلي بال. او لو انت العيلة بقى حسب العيلة بتاعت. لو انت عيلتك كبيرة شوية هتقوم حطة اثنين. هتعملهم احلصانية. هتعملهم مقليين. هتعملهم مشويين. هتعمل زي ما انت عاوز بس هي حاجة. حاجة كده نفسية وبروتين ممتاز. في قلب الشهر الكريم ان شاء الله. فانت هتعمل كده ان شاء الله يعني انت من ضمن التجهيزات. تقوم جايب لك شوية سمك حلوين كده. بس تجيب سمك التخين الله يرضى عليك. ما تجيبش سمك رفيعة وخلاص. سمك رفيعة ديها حزينة كده. ما يشتبسط منه. وهذا اودي احبت اقول لكم بس الفكرة. انها فكرة ايه جميلة. وانا عملتها كم مرة قبل كده يعني كم سنة. بتيجي انت موقع انت بتبقى في الصيام. الناس بتبقى مهنجة. فدي حاجة بتبقى موجودة عندك في التلاجة. انت تحط بس تحط كل واحدة من دي. في كيس خزين واحد. عايز اتنين طلع اتنين. عايز ثلاثة طلع ثلاثة. عايز او مخسول ده مخسول على الشغل على طول على الالي او عشاوي او عصنية زي ما انت عاو. والف هانا وشيف ايه كل سنة من طيبين. وانا هطلع لكم الفيديو ده على طول. علشان انتو تاخدوا الفكرة يعني ايه. تستفادوا من الفكرة وتعملوها ان شاء الله. واللحمة لما اجب فرما برضو. اكلمكوا عليه. الف هانا وشيف.